الإمام الحسن البصر رحمه الله جاءه رجل يشتكي الفاقة يعني الفقر فقال استغفر الله وجاءه شخص آخر يشكو عدم الإنجاب قال له استغفر الله وجاءه الثالث يشكو جفاف بستانه فقال له استغفر الله فقال أحد الحاضرين كل من جاءك تقول له استغفر الله قال لم أزد على القرآن وتلى الآية فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم من دراما ويمددكم بأموال وبني ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ولهذا أهل العلم يقولون أن الرأى يعني أموره في ضعف وفي فليستقبل الاستغفار وليكثر منه